موسيقى كل شكر بالتأكيد للزميلة ميسايا الشامي على هذا التقرير الرائع مشاهدين الكرام وبالانتقال من تقرير الزميلة ميسايا الشامي ومن مؤسسة عبد المحسن قطان المؤسسة الكبيرة والمؤسسة الرائدة في فلسطين إلى المؤسسة الأولى في الجامعة الفلسطينية جامعة النجاح الوطنية وبالانتقال للحديث عن قسم البصريات عفوا في كلية الطب مشاهدين الكرام لماذا يجب على الطلاب أن يختاروا هذا القسم في جامعة النجاح الوطنية سنتحدث بشكل أوفا وبشكل أكبر مع ضيفتنا فيها للستوديو الدكتورة إيثار البشتاوي مديرة برنامج البصريات في جامعة النجاح الوطنية دكتورة سعد صباحك صباح الخير صباح يسعد صباحك صباح جميع المستمعين بداية نحكي بشكل عام عن قسم البصريات 2011 لما تغيرت هيكلية الجامعة انضم لكلية الطب على المستحى طبعا جامعة النجاح الوطنية هي الوحيدة في الضفة الغربية اللي بتقدم هذا التخصص طبعا كمان من البرامج المميزة في الشرق الأوسط وعالميا كمان حاليا في عنا ثلاثة مختصين في مجال البصريات ككادر أكاديمي وفي عنا خمسة من أطباء العيون اللي بدرسوا بهذا القسم الطلاب حاليا عددهم مية وخمسين طالب موزعين على الأربع دفاع تقريبا عدد الساعات إذن نحكي عنها هو مية وثلاثين ساعة موزع على أربع سنين طبعا منهدف إحنا في هذا البرنامج أنه نأهل الطلاب حتى يكونوا برواد في تقديم خدمة الرعاية الأولية بالعين بشكل وبجودة وأخلاقيات عالية جميل جدا الآن الطالب الثانوي العام قريب من النتائج دكتورة ولمن يحب مجال البصريات يسأل نفسه لماذا علي أنا أكثر مثلا جامعة النجاح على باقي جامعات الوطن هلأ بداية اللي بدو يدخل لقسم البصريات حاليا نفس غير جامعة النجاح اللي بتقدم هذا التخصص طبعا تخصص البصريات أو غيره هذا بيعتمد على الشخص نفسه إيش هو بحب يدرس ميوله أهدافه في الحياة إيش حابب يشتغل بعد ما يخلص دراسة بالنسبة لقسم البصريات جامعة النجاح هو جدا مميز بكادره الأكاديمي بالمساقات وتطور المساقات اللي احنا بنعمل عليها دايما تطور العيادات والكفاءات اللي موجودة اللي ممكن كمان إنها تعزز من قدراتهم بالنهاية في سوق العمل لو تحدثنا عن عدد الساعات اللي يجب على الطالب في حال اختياره هذا القسم أن يقوم بإنهاءها تحدثنا عنها طبعا بشكل مفصل بعض الشيء طبعا بالطلب من الطالب إنه يتم 130 ساعة واعتمدة منهم 18 ساعة جباري جامعة في عنا كمان 41 ساعة متطلبات لدائرة العلوم الطبية الحيوية 71 ساعة متطلبات تخصص البصريات طبعا موزعة بين مساقات نظرية ومساقات عملية معظم المساقات النظرية الهجانب عملي تقريبا المختبرات عنا 15 ساعة معتمدة طبعا بياخدوها على 3 ساعات أسبوعيا على مدار 16 أسبوع يعني مما يساوي تقريبا 720 ساعة خلال الأربع سنين نعم كمان في عنا اللي هو التدريب العملي اللي ممكن يكون على أرض الجامعة في عيادات البصريات التعليمية أو من خلال التدريب السريري الخارجي تقريبا هدول إنه 19 ساعة معتمدة مما يساوي تقريبا 920 ساعة تدريب عملي فإن توتل تقريبا في عنا 1600 ساعة تقريبا بقضيها الطالب في تدريب العملي قبل ما إنه يتخرج وينتقل للحياة العملية نعم دكتورة أيضا الطالب عندما يختار قسم البصريات في جامعة النجاح الوطنية يبدأ يعني يتساءل عن طبيعة التعامل مع الهيئة التدريسية في هذا القسم هلأ معظم الهيئة التدريسية وهي بصراحة يعني هي من أهم الأمور طبعا أكيد هلأ الحلوة بصراحة بقسمنا إنه معظم الهيئة التدريسية عمارهم صغيرة فإحنا منكون قريبين أكثر على الطلاب فروح الشباب بسا بسا بتروح الشباب لسه موجودة ومنكون قريبين جدا على الطلاب طبعا منحاول تكون كل ما كانت العلاقات فرند اللي أكثر بيكون أفضل كمان منحاول ننسك دايما لفعاليات سواء كانت منهجية أو غير منهجية حتى تعزز هاي العلاقات بيننا وبين الطلاب جميل جدا لو تحدثنا أيضا دكتورة عن الطالب في أثناء مرحلة الدراسة والطالب بعد انتهاء مرحلة الدراسة وانتهاء المية وثلاثين ساعة المعتمدات طبعا ما هو المجال الذي من أو المجالات التي من الممكن أن يخوض فيها الطالب بعد انهاء والليه مرحلة الدراسة في كل أو في قسم البصريات طبعا مجالات العمل طبعا متنوعة وبتتناسب طبعا مع الطالب هو بعد ما يتخرج إيش ميولة وإيش أهدافه في الحياة ممكن مثلا أنه يفتح ويرخص مركز بصريات اللي يقوم فيه بتقديم الرعاية الأولية للعين ممكن كمان يستكمل دراسته في ياخد مثلا دورات متخصصة في الحوال في البصريات عند الأطفال القرنية المخروطية العدسات اللاسقة أو مجالات تانية كثيرة اللي ممكن يتخصص فيها ويبدع فيها كمان ممكن يعمل فيه مراكز العيون المستشفيات ومع أطباء العيون بشكل تكاملي طبعا فيه كمان يكمل أكاديميا مثلا درجات أو دراسات عليا في ماجستير وينضم للكادر الأكاديمي في القسم جميل جدا أنتم في قسم البصريات بتقوموا بعمل دراسات لمدى استيعاب السوق للخريجين حاليا بصراحة فيه حاجة جدا لأخصائيين البصريات يعني أنا كل سنة عم بتصلوا علي أنه بدنا وأنا بدنا خريجين بدنا حدا يشتغل معنا في المراكز وأنا باتصل على جميع الخرجيين بكونوا أراد عندهم عمل فكأنه المجتمع أنه لسه بحاجة لأخصائيين بصريات وبأعداد كبيرة طبعا لسه بحاجة طبعا لأنه زي ما حكينا البصريات هي مهنة الرعاية الأولية في العين ففي برامج كتير مثلا زي مسح النظر فحص النظر المبكر فحص النظر عند الأطفال عند في الروضات في المدارس هاي بكون فيها خصائي البصريات واللي لازم تكون على مجال أوسع منها بالنسبة للمساقات اللي تدرس في قسم البصريات بالتأكيد هي مساقات تلبي حاجة السوق العملي يعني حاجة المؤسسات اللي من الممكن أن يلجأ لها الطالب بعد انهاء مسيرته التدريسية والتعليمية صحيح طبعا المساقات عندنا متنوعة وفي تطور دائم في مساقات متخصصة مثلا في التأهيل البصري هذا مثلا هذا المجال ما كان كتير موجود عندنا في المجتمع على تقديم هاي الخدمة حاليا احنا عم ندرسه بشكل وافي وكان فيه عندنا مشروع ممول من الإراسمس اللي جهزنا فيه عيادة كاملة لتدريب الطلاب على كيفية تقييم ضعف البصر الشديد عند هدول الأشخاص وتقديم المعينات البصرية الملائمة لإلهم طبعا هذا ما كان موجود بداية أو هذه الخدمة أصلا مش متوفرة كانت فحاليا إحنا الخريجيننا بيقدروا أنهم يقوموا بهاي الخدمة وغيرها الكتير طبعا جميل جدا وقبل الختام دكتورة إثار لكل طلاب الثانوية العامة ولكل من يهوى ويعشق مجال البصريات إيش بتقولي؟ يعني أكيد منقول لهم أهلة وسهلة عندنا في القسم إحنا منرحب فيكم وإذا عندكم أي استفسارات أو أي معلومات زيادة إضافية أنتوا بحاجة لإلها فيكم تيجوا لعنا على القسم نعمل جولة تعريفية إحنا بداية في أسبوع الصحب والإضافة لعيادات البصريات وللمرافق طبعا القسم حتى نعرفهم أكتر على التخصص وعلى مجالات العمل والأمور الثانية طيب دكتورة يعني أيضا قبل الختام لو تحدثنا عن كلية البصريات في جامعة النجاح الوطنية من ناحية أبنية ومن ناحية يعني من ناحية البناء العمراني والمرافق الموجودة فيها يعني حتى نعرف الطالب يعني هذا السؤال لم يخطر في بالي جاء في بالي الآن لكن حتى نعرف الطالب اللي يريد التوجه لهذا القسم تمام هلأ قسم البصريات ضمن كليه تطبع للمصحة فعننا مبنيين اللي هم مبنى 17 ومبنى 19 اللي احنا متواجدين فيهم طبعا عيادات البصريات عم تتطور سنة عن سنة طبعا بدعم من إدارة الجامعة ومن عمادت الكلية اللي دايما بيكونوا داعمين لإلنا بشراء وتطوير الأجهزة الجديدة حتى نتواكب مع التطور العصري في عنا عيادتين للبصريات عيادتين بصريات تعليمية بيكون فيها الطالب بالتدرب على أسس فحص النظر وغيرها من كثير من التخصصات زائد أنه في عنا التدريب السريري اللي بيكون داخل أو على أرض الجامعة بيكون في هذه العيادات بيكون مطالب بفحص المراجعين سواء من الطلاب من الموظفين من أهالي الموظفين وأهالي الطلاب يعني عمل يكون حتى بداخل الجامعة نعم بشكل مباشر طبعا تحت إشراف الأطباء والمتخصصين في البصريات طبعا زائد عفوا في عنا كمان عيادة التأهيل البصري وعيادة أو مختبر تجهيز النظارات الطبية ماشاء الله يعني مشاهدين الكرام لكل الأشخاص اللي بيهوا البصريات وهذا المجال الطريق الوحيد هو قسم البصريات في كلية الطب جامعة النجاح الوطنية بدأت شكرك دكتورة إيثار على وجودك معنا وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم في قسم البصريات شكرا لحضرتك لفضائية النجاح اشتركوا في القناة